اختتمت الهيئة السعودية للسياحة اليوم لقاءها التعرفي في دولة الكويت بمشاركة 30 شريكة لمنظومة السياحة السعودية التقوم من خلالها بأكثر 280 شريكا ممثل شركات السياحة والسفر ومنظم الرحلات إضافة للخطوط الجوية الكويتية وطيران جزيرة يأتي اللقاء ليؤكد أهمية السوق الكويتي كأحد أهم الأسواق الأقليمية بالمنطقة ولتمكين شركات القطاع السياحي المحلية عبر تقديم التسهيلات والمزايا التنافسية للسياح وقد تناول اللقاء أبرز مستجدات المشاريع والبرامج السياحية بالسعودية وفرص تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين